السلام عليكم احلى تحية من قناة وصفات انفدوا كيفية اليوم عصير الدلاع بالفلون والليمون والنعناع ما تدخيلوش شجح البنين ومنعش رهوك الدلاع ووقت النعناع اتجبو شوية عصير الليمون من كروجلاتور اذا كانت واجد عندكم والفلون تقدرو تعاوضوه بالسكر اذا مش متوفر في بيوتكم وصنعوه احلى عصير الدلاع خاصة في عيد الاضحى راح تشربوه بارد يهبط لكم الشحوم وينحيلكم الضخمة لغمات راتوش الوصفة شوفوا كامل الخطوات للاخير وانقلكم قبل ما يبدأ في الكيفية ما تنسوش اتحطوا لي جاملة فيديو وتخلوا لي تعليق صغير مشجع ومحفز وتبرتجوا الوصفة بين الاحباب والاصدقاء وانقل للجميع مشاهدة طيبة اذا اول حاجة راح نقطع هنا الدلاع قطع صغيرة وانحيلوا الاعظام كما راكم تشوفوا خاصة الناس اللي يكون عندهم او يشرووا الدلاع ويجيهم شوية سامط ميجيش حلو ما ترموه ما والو حضروا بأحلى الوصفات اليوم ها ندير معكم هذا العصير وفي الايام القادمة ندير معكم معجون ولا مربع الدلاع قطعت هنا 500 جرام او رطلت على الدلاع كما راكم تشوفوا قطعتوه هذا عشوائيا ونحتاج هنا الى نصف كاس نصف كاس تعصير الليمون مصفه وعشرة اوراق تعال نعناه يكونوا هكذا شوية كبار اغسلوهم ونشفوهم وديروا بهم هذا العصير نحن ندير هنا نجيب البلندور تاعي ولا الخلاط الكربائي اللي عندهم يمكنهم الخلاط يمكنهم الخطوة غير بالبغاء ميكسر يعني المكونات ها نضعوا هذه المكونات في إناء او قدروا ولا وخلطوهم غير بالبغاء ميكسر وراحين تتحصلوا على نفس النتيجة يعني تستعملوا بلندور وللا بغاء ميكسر كيف 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 حطيت كامل المكونات حطيت الدلاع كما قد تلكم 500 جرام او رطل حطيت معهم نصف كاس تعالفلون بذوق الفرولة نصف كاس تعصير الليمون حط عشرة اوراق تعال النعناه ونحط معهم الكاس تعالما هنا الدوق يكون على حساب الرغبة الحساب الدلاعي كان شو يحلو وشو يصامت بزيادة وتاني القوام تعالى الجود تحكم إذا تحبوه تقيل ولا تحبوه خفيف هنا كل حاجات تكون على حساب الادواق انا اني رح هنعطيكم هنا لا باز تعالى الوصفة التاعي اللي كنت درتها وانتوما لكم الاختيار في الادواق تاوحكم لونقزت هنا كاس تعالما فقط ودورت البلندور تاعي وخلط كامل المكونات مدة دقيقة هكذا خلطوهم مليح تيندرجو وكامل ينطحنو مع بعض اذا كنتو دخلتو اجتاد في القناة معلكم غير تضغطو على زر اشتراك وزر الجرس ليصلكم الجديد واذا تاني انسيتو جام ماذا بكم اتحطو هكذا بشتطل عنا الوصفة في محرك البحث وبعد ما خلطنا مدة دقيقة راحين الان انصفو عصير دلع تاعنا هلوغ نجيبو هنا كاسرونا ولا نجيبو انغيسيبيون والصفايا تاعنا ونصفوه راحين تحصلو على قوام ودوقة رائعين لعصير الدلع تاعنا وطبعا نحطو العصير تاعنا في التلاجة لحين التقديم لانه عصير الدلع هذا يقدم بارد جدا يكون بارد بزاف وتقدروا ما ما يكون عندكم قطعتها تاني او متلاجات ساني تقدروا تضيفوها حين التقديم وهذا هو عصير الدلع بالفلون والليمون والنعناع منعش جدا بزاف بزاف ابنين هذه هي وصفة البطيخ الاحمر كما يسموه في المشرق العربي او الدلع كما نسموه احنا في الجزائر من اروع ما يكون كما قطعتكم منعش وبزاف هاي لبنين نتمنى باش تجربوه في الايام القادمة خاصة في عيد الاضحة تقدموه للعائلة ولا حتى للضيوف اكيد راح يعجبهم الى هنا انقلكم شكرا على حسين متابعة لنلقاء في الايام القادمة ان شاء الله في وصفة جديدة مع السلامة